نضم إلينا من القاهرة أشرف أمولهول الكاتب المتخصص في الشؤون الفلسطينية سيد أشرف كيف يمكن استثمار هذا الاتفاق يعني أولا تحياتي لحضرتك أستاذيارة وللا مشاهدين يعني كما قال السيد أنور جيرجاش هذا الاتفاق يستطيع الفلسطينيون أن يعرضوه أن يهاجموا ما شاء لهم هذا الاتفاق لكن في النهاية هو اتفاق وقع والعلاقات ستقوم بين دولة الإمارات وإسرائيل وبالتالي فعليهم أن يستفيدوا قدر الإمكان من هذا الاتفاق هذا الاتفاق يعني أتاح أرضية لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية هذه الأرضية نتيجة تضمين هذا الاتفاق لبند لوقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية وهذا المطلوب يعني ليس مطلوبا من الجانب الفلسطيني يعني أن يعيد علاقاته بدولة الإمارات أو أن يقوم بأي شيء آخر المطلوب منه أن يحقق ما يريد ويمكنه في سبيل ذلك أن يتجه بشكل مباشر إلى الإسرائيليين للتفاوض معهم أو عن طريق دول عربية أخرى مثل مصر والأردن أو حتى عن طريق وسطاء دوليين لأنه كان شرط الجانب الفلسطيني لاستئناف المفاوضات هو وقف إجراءات الضم الآن إجراءات الضم تتوقف ولو كانت إسرائيل قد باشرت في الضم لنهارة عملية السلام تماما إلى أي مدى يمكن لإسرائيل أن تلتزم بما جاء في هذا الاتفاق يعني الاتفاق الرسمي سيتم توقيعه وأعلانه في البيت الأبيض خلال أسابيع كما قالت الإدارة الأمريكية دعينا ننتظر ونرى بنود هذا الاتفاق لكن على أي حال مجرد تعليق الضم أو وقف الضم هو فرصة لاستئناف المفاوضات عليك أن تدخل وتضغط وتستخدم كل أسلحتك وعليك أن تستعين بكل أصدقائك كان العائق خلال الفترة إصرار إسرائيل على الضم والضم كان سيدمر عملية سلمية تماما لأن إسرائيل كانت تسعى الضم 30% من مساحة الضفة الغربية أي سلس مساحة الضفة منها منطقة غور الأردن أواد الأردن وهي أخصب أرض الأرض الخزبة سلت غزاء الضفة الغربية علاوة على مناطق المستوطنات الكبيرة في القدس وحولها وفي بيت لحم وغيرها وبالتالي عندما يعلق هذا الضم علينا أن ننتهز الفرصة لتحويل هذا التعليق إلى الغاء وإذا ألغي أهلا وسهلا المهم أن الفرصة مواتية الآن مسألة أن توقف الإمارات هذا الاتفاق أو تعود فيها أصبحت شبه مستحيلة أنها دولة مستقلة ذات سيادة دولة لها قرارها لها مصالحها وبالتالي قرار العلاقات حدث بالفعل وعلينا أن نستفيد من كل ما جاء فيه وهذا ما حدث مع مصر على سبيل المثال شكرا تفضل أكمل فكرتك ما حدث مع مصر على سبيل المثال أثناء اتفاقات كانب ديفيد وغيرها جارت معرضة مصر ومقطعتها ولكن مصر صارت في المفاوضات حتى النهاية وتحملت الكثير من التلعبات والإسرائيلية ولكن في النهاية حصلت على سيناء كاملة والحصول على سيناء كامل إذا كان قد تم بالحرب ستكون عالية جدا سيد أشرف أبو الهول الكاتب والمتخصص في شؤون الفلسطينية كنت معنا من القاهرة أشكرا جزيلا لك